اشتركوا في القناة خيانة ترجمة أمير سلامة خيانة راجع الترجمة ويخرجها لكم الشريف خاطر المشهد الأول تجري الأحداث في بار عام 1977 الربيع الوقت ظهرا تجلس إيما إلى مائلة بالركن يقترب بجريء حاملا بعض المشروبات كوبا من البيرة وكأسا من الويسكي ويقدمه لها يجلس يرفعان الأمخابة في صمت يتكئ الخلف وينظر إليها كيف حالك؟ بخير تبدو معافا ليس تماما في الحقيقة لماذا؟ ما الأمر؟ الإسراف في الشراب في صحتك كيف حالك أمدي؟ أنا بخير تماما مثل ما كنت في الأيام الماضية مضى على ذلك وقت طويل فكرت فيك منذ بضعة أيام عظيم لماذا؟ لماذا؟ شيء لطيف أن نفكر في الماضي أحيانا أليس كذلك؟ بالتأكيد وكيف الأحوال بصفة عامة؟ ليست سيئة تماما هل تعرف كم مضى من الوقت منذ لقائنا؟ لقد جئت لهذا الخصوص متى كان ذلك؟ لا أقصد هذا تقصدين لقاءنا على انفراد منذ سنين فعلا هو كذلك وقت طويل وقت طويل وكيف تسير الأمور في المعرض؟ كيف ترها أنت؟ في أحسن حال أنا سعيدة لأن تعتقد ذلك عموما أنا أستمتع بها مجموعة من الرسامين المضحكين أليسوا كذلك؟ ليسوا مضحكين على الإطلاق شيء وكيف حاله روبرت؟ متى رأيته آخر مرة؟ لم أره منذ شهور تعرفين لماذا؟ لماذا؟ ماذا تقصد؟ أقصد لماذا تسألين أين رأيته آخر مرة؟ أبدا كنت فقط أتساءل وكيف حاله سام؟ تعنينا جدف نعم هذا ما أعني إما أنت تهتمين بالشكليات أنا أسأل عن زوجك وأنت تسألين عن زوجتي كيف حاله زوجتك؟ بخير لابد أن سام أصبح طويلا هو كذلك فعلا طويل بما يناسب سنة يجري كثيرا إنه عداء مسافات طويلة مرث يريد أن يصبح عالم حيوان حقا؟ وثارة؟ في العشرة يا إلهي أعتقد أنها لابد أن تكون كذلك نعم لابد أن تكون كذلك وند في السادسة إنك تذكر لابد أن أتذكر ذلك ومع ذلك أنت على ما يرامل بالتأكيد جري هل تفكر فيي دائما؟ لست بحاجة لأن أفكر فيك لست بحاجة لأن أفكر فيك فأنا بخير على أي حال لكن كيف حالك أنت؟ على ما يرامل تبدين جذابة جدا حقا؟ شكرا أنا سعيدة لأن أراك وأنا كذلك أقصد لأن أراك طبعا أتفكر فيي أحيانا؟ أفكر فيك أحيانا؟ رأيت شارلوت منذ بضعة أيام أين؟ إنها لم تشر لذلك لم ترني كان ذلك في الطريق ولكنك لم ترها منذ سنين تعرفت عليها كيف استطعت؟ كيف استطعت أن تعرفها؟ لقد استطعت وكيف رأيتها؟ شكلك تماما ما رأيك فيها حقا؟ أعتقد أنها فاتنة نعم إنها رائعة هي في الثالثة عشر من عمرها جري أتذكر ذلك الوقت؟ كان ذلك عندما رفعتها عاليا وطوحت بها في الهواء ثم أمسكتها كانت خفيفة جدا إنها تذكر ذلك تصور حقا؟ تذكر أنها طوحت في الهواء كانت أيام هل تعرف ما بيننا؟ هل تعرف؟ بالطبع لا إنها إنها تذكر فقط أنك صديق عزيز وهذا صحيح أجل لا تقول ذلك الأمر كله يبدو كأنه قد مر وقت طويل جدا يبدو كذلك فعلا نفس الشيء ثانية فكرت فيك منذ بضعة أيام كنت أقود السيارة خلال شارع كيلبر وفجأة أدركت إلى أين أمضي توقفت لبرحة ثم استدرت تجاه طريق كينسل وانطلقت إلى ناحية ويسكس تجاوزت المنزل وعند إذن توقفت على بعد خمسين يارتة منه تماما كما كنا معتادين أن نفعل هل تذكر يا جيري؟ نعم شاهدت أناس كانوا خارجين من المنزل وراحوا يمشون عبر الطريق أي نوع من الناس؟ أناس في شرخ الشباب عندئذ خرجت من السيارة وصعدت درجات السلة وتطلعت إلى أجراس الأبواب أنت تعرف أن الأسماء تكتب على الأجراس وبحثت عن إسمين أنت ساذجة وبالطبع لم تريها لا لا ذلك لأننا لم نعود هناك لم نتواجد هناك منذ ثلاث سنوات فعلا إما علمت أنك ترين كيزي أحيانا ماذا؟ سمعت أنك ترينه أحيانا أين سمعت ذلك؟ حديث الناس؟ يا للمسيح الشيء المضحك أن الشيء الوحيد الذي أحسسته هو الصخط أعني الصخط لأن أحدا لم يتقول بشأننا بمثل ذلك في الأيام الماضية جيري كل ما قلت ربما كنت تتناولين شرابا بالصدفة مع كيزي لكن أنا وأنت كانت بيننا علاقة لمدة سبع سنوات وليس بين الناس من كان لديه أبسط فكرة عما كان يحدث بيننا إنني أتساءل دائما عما إذا كان الكل يعرف طوال الوقت إيما لا تكوني حمقاء كنا في غاية الحرص ولم يعرف أحد شيئا من كان يذهب لكيلبرن في تلك الأيام؟ أنا وأنت فقط على أي حال ما كل ذلك الذي يقال بشأنك أنت وكيزي ماذا تقصد؟ الذي يحدث كنا نتناول شرابا كالمعتاد كنت أعتقد أنك لا تعجبين بعملي لقد تغيرت أو ربما تغير عمله أغير أنت؟ من أي شيء أنا لا يمكنني أن أكون غيورا من كيزي فأنا وكيله لقد نصحته بخصوص طلاقه قرأت كل مسوداته الأولى وأقنعت زوجك أن يطبع رواياته الأولى ورفقته إلى أكسفورد للحديث أمام النقامة إنه إنه ابني لقد اكتشفته عندما كان شاعرا وكان ذلك يبدو الآن كما لو كان مرة عليه وقت طويل ليس ذلك فقط بل إنه أخذني إلى ساوثامبتون كي يعرفني بأمه وأبيه لا يمكن أن أكون غيورا من كيزي الإيمامة على أي حال فالأمر يبدو كما لو أنه ليس بيننا شيء إننا إننا لم نر بعضنا منذ سنوات حقيقة أنا أكون سعيدا جدا إذا كنت سعيدا إيمام ماذا عن روبرت روبرت أعتقد أننا في طريقنا للانفصال كان بيننا حديث طويل ليلة أمس ليلة أمس هتعرف ماذا اكتشفت ليلة أمس لقد كان يخونني لسنين كان يعرف نساء أخريات منذ سنين غير معقول غير معقول إيمام ولكننا خناه لسنين وهو خاناني لسنين أنا لا أتصور ذلك أبدا ولا أنا أيضا وهل يعرف كيزي شيئا عن ذلك؟ أود لو تكف عن أن تدعوه كيزي إن اسمه روجر أوه روجر لقد اتصلت بك تليفونيا ولا أعرف لماذا يا له من شيء مضحك لقد كنا صديقين حميمين ألم نكن؟ أنا وروبرت برغم أني لم أره منذ بضعة شهور ولكن خلال كل تلك السنين وكل ما تناولناه معا من شراب أو وجبات عشاء فإنني لم أكتشف بل حتى لم أشك أن هناك أحدا آخر في حياته غيرك ألا يحدث على سبيل المثال عندما تكونين مع صديق في بار أو مطعم أن يندفع هذا الصديق من حين إلى آخر خارجا إلى دورة المياه لقضاء حاجته من مننا لا يفعل؟ ولكن ما أعنيه أنه إذا كان ذاهبا لمكالمة تليفونية ماكرة فيمكنك تخمينها؟ يمكنك تخمين هذا النوع من مكالمات اللقاء والوداعة؟ أجل لكنني لم أفعل ذلك قط مع روبرت وهو لم يقم أبدا بهذا النوع من المكالمات التليفونية في أي بار كنا فيه معا والشيء المضحك هو أنني كنت أتصل بك تليفونيا عندما كنت أتركه غارقا في شرابه في البار هذا هو الشيء المضحك متى أخبرك روبرت بذلك؟ ليلة أمس لقد بقينا ساهرين طول الليل أتحدثتم طوال الليل؟ نعم نعم ألم يأتي ذكري في هذا الحديث؟ ماذا؟ أنا فقط لقد اتصلت بك فقط هذا الصباح لأنني لأننا صديقان قديمان ظللت ساهرة طوال الليل لقد انتهى الأمر كله ولكن فجأة شعرت أنني أريد أن أراك إيما أنا سعيد لأنني أراك سعيد حقا أنا آسف من أجل جاري أتذكر؟ أعني هل تذكر لقاءاتنا؟ أذكر لم تستطع أبدا أن تستريح في الشقة التي أجرناها في واسكس هل استطعت؟ الحب يصنع المعجزات لقد اشتريت الستائر لقد تصرفتي لم أكن أريد أن أراك لمجرد الحنين للماضي يعني كنت أريد أن كنت أريد أن أعرف كيف حالك وحقا كيف حالك إيما ما أهمية ذلك؟ هل أخبرت روبرت عني ليلة أمس؟ كنت مضطرة لذلك أخبرني بكل شيء وأخبرته بكل شيء بقينا ساهرين طوال الليل ثم جاء ند وكان يجب أن أصعد به إلى الفراش أن أعيده إلى الفراش ثم هبطت ثانية أعتقد أن الأصوات هي التي أيقضت هل تعلم هل أخبرته بكل شيء؟ كنت مضطرة لذلك هل أخبرته بكل شيء عنه؟ كنت مضطرة لذلك إيما إنه صديق القديم أعني لقد التقدت ابنته بفراعي وطوحت بها في الهواء عاليا ثم أمسكت بها في مطبخي وراقبني وأنا أفعل ذلك لا يهم مضى كل شيء ها؟ حقا انتهى ما بيننا انتهى المشهد الثاني في نفس العام عام 1977 في منزل جيري الربيع نرى جيري جالسا بينما روبرت واقفا ممسكا بكأسه خيرا فعلت بحضورك شكرا أنا أنا أعرف أن الأمر صعب أعرف أن الأولاد كل شيء على ما يرام يبدو أنك تريدوني في أمر عاجل هل وجدت أحدا؟ ماذا؟ للأولاد آه نعم نعم صدقني أن كل شيء على ما يرام وعلى أي حال شرط ليست بطفلة نعم نعم روبرت ألا تنوي الجلوس؟ سأفعل سأفعل دعم جودث في المستشفى الأولاد هنا بالدور العلوي آه آه روبرت يجب أن أتحدث إليك في أمر عام تكلم نعم سأتكلم آه جريد تبدو مطالبا تماما ما المشكلة؟ آه آه أليست فيما يخصك أنت وإيما أهي كذلك؟ روبرت عرفت كل شيء عن ذلك نعم هكذا قيل لي الأمر ليس بهذه الأهمية وانتهى منذ سنوات أليس كذلك؟ إنه أمر هام حقا؟ نعم لماذا؟ كنت أصاب بالجنون مات؟ هذا المساء الآن بالضبط عندما كنت مترددا في الاتصال بك تليفونيا كنت مضطرا لأن أفعل استغرق مني الأمر ساعتين كي أتصل بك كنت أنت مشغولا مع الأولاد فكرت في أنني لن أكون بقادر على أن أراك وكاد ذلك أن يؤدي بي إلى الجرون روبرت أنا شاكر جدا لحضورك اسمع ماذا تريد بالضبط أن تقول؟ أنا لا أعرف لماذا أخبرتك لا أعرف كيف أخبرتك إنني بالضبط لا أفهم أعرف أنك روبرت رأيتها بالأمس وتناولنا شرابا لم أرها منذ منذ أخبرتني إيما أنك في ورطة أنت وهي روبرت أنا آسف الحقيقة التي لا أفهمها لماذا إنه بعد كل تلك السنين تخبرك إيما هكذا فجأة ليلة أمس ليلة أمس دون أن تستشيرني ودون حتى أن تحذرني فأنا وأنت قبل كل شيء لم تخبرني ليلة أمس ماذا تقصد؟ أنا أعرف ماذا دار ليلة الأمس أخبرتني هي بذلك كنتما ساهرين طوال الليل أليس كذلك؟ هذا صحيح وأخبرتك ليلة الأمس عما بيني وبينها ألم تفعل؟ كلا لم تفعل ولم تخبرني عما بينك وبينها ليلة أمس لقد أخبرتني بذلك منذ أربع سنوات مضت أربع سنوات فهي لم تكن بحاجة لأن تخبرني بذلك مرة ثانية ليلة أمس لأنني أعرف وهي تعرف أنني أعرف لأنها أخبرتني بنفسها عن ذلك منذ أربع سنوات مضت ماذا؟ من الأفضل أن أجلس الآن كنت أعتقد أنك تعرف أعرف ماذا؟ تعرف أنني أعرف بأنني أعلم ذلك منذ سنوات أعتقدت أنك تعرف ذلك أعتقد أنني كنت أعرف؟ قالت إنك لا تعرف لكنني لم أصدق ذلك على أي حال أظن أنني اعتقدت بأنك تعرف لكنك تقول الآن إنك لا تعرف متى أخبرتك؟ لقد اكتشفت الأمر وهذا ما حدث قلت لها إنني كشفته وعندئذ أكدت هي الحقائق متى؟ منذ وقت طويل يا جيري ولكننا كنا نرى بعضنا البعض خلال الأربع سنوات السابقة وكنا نتناول العشاء معا ومع ذلك لم نكن نلعب السكواش مطلقا كنت صديقك المفضل ها نعم وبالتأكيد لا تتضايق لا أهمية للأمر روبرت لماذا لم تخبرني؟ أخبرك ألست حبيبها القديم؟ لماذا لم تخبرني أنت؟ اعتقدت أنك لابد تعرف لكنك لم تعرف بشكل مؤكد أليس كذلك؟ لم تعرف؟ لا إذن لماذا لم تخبرني؟ أخبرك بماذا؟ أنك كنت تعرف جيري جيري ماذا تنوي أنت فعل؟ أنت وأنا لم نقدم على فعل أي شيء لقد انتهى زواجي فقد قمت ببعض الترتيبات اللازمة هذا كل ما في الأمر أما فيما يخص الأطفال ماذا؟ روبرت ألم تفكر في أن تخبر جودث؟ أخبر جودث؟ بماذا؟ بشأنك أنت وإيمة؟ أتعني أنها لم تكن تعرف؟ ها وهل أنت متأكد تماما؟ روبرت لا لم أفكر في أن أخبر جودث حقا يبدو عليك أنك لا تفهم بأنني لم أعطي أي أهمية لأي شيء من ذلك ها؟ حقا لقد ضربت إيمة مرة أو مرتين ولكن ليس دفاعا عن مبدأ لم أكن متحفزا لأن أفعل أي شيء من منطلق أخلاقي فقط أحسست أنني أرغب في إعطائها علقة سخنة فقط مجرد مرجل أه أنت تفهمني ولكنك خنتها لسنين أليس كذلك؟ نعم ولم تعرف هي شيئا عن ذلك هل عرفت؟ ألم تعرف؟ أنا لا أعرف لا أنت لا تعرف الكثير عن أي شيء أليس كذلك؟ لا لا بل عرفت نعم عرفت لقد عشت معها؟ نعم في الأمسيات أحيانا كانت أوقاتا طويلة جدا لمدة سبع سنوات نعم بتأكيد فلقد عرفت كل ما يمكن معرفته عن ذلك عن أمسيات السبع سنوات أنا أنا لم أعرف أي شيء عن ذلك جيري أمل أنها كانت ترعاك جيدا اعتدنا أن يحب كل مننا الآخر وما زلنا نحن نفعل ذلك أه 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 إلتقيت بكيزي العزيز منذ بضعة أيام كنت أعتقد أن هناك علاقة بينه وبين زوجتي لأننا لم لم نكن نلعب لسكواش منذ سنين كيزي وأنا كنا معتدين أن نمارس معا مباراة ساخنة طيبة لقد أصبح بدينا نعم أعتقد ذلك أصبح على القمة حقا ألا تعتقد في ذلك؟ من أي ناحية؟ ناحية عملي كتب كتبه فنه يبدو أن فنه قد تضاءل في الأهمية أليس كذلك؟ ما زال يبيع يبيع جيدا في الحقيقة جيدا جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لك ولي نعم هل تعرف؟ أخبرني أحدهم لابد أنه كان وحدا من العاملين في قسم الدعاية أنه منذ بضعة أيام عندما ذهب كيزي إلى يورك كي يتعاقد على كتابه الأخير في أحد المكتبات كما تعلم مع بربرا سبرينج استفى الجمهور لساعات كي يحصل على توقيعه على كتابه بينما كانت هناك سيدة عجوز وكلبها يستفى كي تحصل السيدة على توقيع بربرا سبرينج على كتابه قد حدث أنا اعتقدت أن بربرا سبرينج كاتبة جيدة ليس كذلك نعم ما زال كلانا يعمل جيدا جدا 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 بعيدا عن كيزي أليس كذلك؟ جيدا جدا جدا؟ هل قرأت بعض الكتب الجديدة مؤخرا؟ إنني أقرأ ييتس ييتس نعم نعم لقد قرأت ييتس ذات مرة وأنت في ترسل أه؟ في ترسلو؟ ألا تذكر؟ منذ سنين ذهبت إلى ترسلو في الفجر وحدك وقرأت ييتس فعلا فعلا لقد أخبرتك بذلك نعم نعم جيري إلى أين أنت ذاهب هذا الصيف؟ أنت والعائلة إلى ضاحية البحيرة المشهد الثالث تجري الأحداث في الشقة عام 1975 1975 1975 الوقت شتاء جري وإيمة جالسين ماذا تريدين أن تفعله إذن؟ إنني لا أعرف تماما ماذا نفعل أكثر من ذلك؟ هذا كل ما في الأمر أعني أن هذه الشقة نعم جيري أيمكنك أن تتذكر أين كنا هنا آخر مرة؟ آخر مرة؟ في الصيف أليس كذلك؟ حقا يبدو أنه كان ذلك في بداية سبتمبر هذا موسم الصيف أليس كذلك؟ كان الجو باردا كان ذلك بداية الخريف الجو الآن بارد إلى حد ما لدينا مدفأة كهربائية أخرى نعم ولكني لم أحضرها لا أهمية لهذه المسألة كثيرا ما دمنا لا نتواجد هنا لكننا هنا الآن ليس صحيحا الأمور تغيرت يا أيمة لقد كنت مشغولة جدا بعملك أعرف ولكنني أقصد أنا أحب عملي وأرغب في تأديتي إنه عمل عظيم عمل رائع بالنسبة لك ولكن إذا كنت تشرف على معرض فعليك أن تتدبر أمره عليك أن تتواجد فيه دائما ولكنك مشغولة في الأمسيات هل لديك وقت؟ لا إذن كيف يمكننا أن نتقابل؟ إذا حسبنا الأوقات التي تكون فيها خارج البلاد إنك لن تكون هنا أبدا وعندما أكون هنا لا تكونين خالية في الأمسيات فكيف نتقابل إذن؟ يمكننا أن نلتقي على الغداء صحيح يمكن أن نلتقي على الغداء ولكننا لا نستطيع أن نقطع كل هذه المسافات البعيدة إلى هنا من أجل غداء سريع لقد غدوت عجوزا جدا لأن أفعل ذلك لم أقل هذا كما ترى كنا مبدعين في الماضي كان لدينا التصميم وكان الأمر يبدو مستحيلا أن نلتقي ومع ذلك كنا نفعل كنا نلتقي هنا أخذنا هذه الشقة وكنا نلتقي فيها لأننا كنا نرغب في ذلك لا يهم إلى أي مدى كنا نرغب في اللقاء سواء كنت خالية في الأمسيات أو كنت أنا في أمريكا الليالي كانت دائما غير واردة في الحسابات وأنت تعلمين ذلك لأن لي عائلة وأنا أيضا لي عائلة أعرف ذلك جيدا يا إيمة وعلي أن أذكرك أن زوجك صديق الحميم ماذا تقصد بذلك؟ لست أقصد شيئا به ولكنك تحاول أن تقول شيئا بكلامك هذا يا للمسيح لست أحاول أن أقول أي شيء لقد قلت بالضبط ما أود أن أقوله لا بأس لا بأس أهو في الأيام الماضية كنا وذات ليلة رتبنا الأمر وذهبنا إلى أحد الفنادق لقد فعلنا ذلك ولكن ذلك كان غالبا قبل أن نأخذ لم نمضي ليالي عديدة في هذه الشق لا 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 الحقيقة لم نمضي ليالي عديدة في أي مكان تقترح أن نستمر على هذه الحال شهرا وراء شهر هذا مكان خارب لا أحد يأتي هنا حقيقة أنا لا أستطيع احتماله فارغ تماما طوال الليل والنهار يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة أقصد الأنية والستائر وأغطية الفراش وكل شيء حتى غطاء المائدة الذي اشتريته من فينيسيا إنها لمهزلة بيت مغفر تماما إنه ليس بيتنا أعرف أعرف ماذا تريدين ولكنه لا يمكن أن يكون بيتا حقا لديك بيت ولدي بيت بالستائر وما إلى ذلك والأطفال طفلان في كل منهما وهنا لا يوجد أطفال ولذلك فإن هذا المكان ليس بيتا إنه ليس معدا ليكون على شاكلة البيوت أهو كذلك إنه لا يمكنك أن تعتبره بيتا بأي شكل لا بالطبع أيمكنك يا جري لا لأني لا أراه إلا شقة كما تعلمين للمتعة للحب لم يبق منه الكثير أبقي شيء أعتقد أنه لم يعد يحب أحدنا الآخر جري ماذا تنوي أن تفعل بكل ذلك الأثاث ماذا؟ أعني المحتويات تعلمين أننا يمكن أن نفعل شيئا بسيطا جدا لو أننا رغبنا في ذلك تعني بيعه لميسيس بانكس لقاء مبلغ قليل من المال وتستطيع هي أن تؤجره كشقة مفروشة هذا صحيح أليس السرير هنا؟ ماذا؟ أليس هنا؟ لقد اشترينا السرير اشترينا كل شيء اشترينا السرير معا نعم سوف تقوم بكل الترتبات إذن مع ميسيس بانكس أنا لا أريد شيئا ها؟ فلما كان لدي لأضع في هذه الأشياء لدي بيت بأغطية مائدة وكل ما يلزم سأعالج الأمر مع ميسيس بانكس ولسوف يكون هناك قليل من الجنيهات كما تعلمين ولذلك لا لست أريد نقودك أشكرك كثيرا يا جيري سوف أذهب الآن ها هو مفتاحي يلا المسيح جيري هل يمكنك أن تخرجه؟ لابد أن أخذ شارلوت من المدرسة وأذهب بها إلى السوق هل تدرك أننا في إحدى أمسيات الثلاثات؟ إجازة المعرض وهذا هو السبب في وجودي هنا هل يمكن أن أخذ تلسلة مفاتيحي؟ شكرا جيري أعتقد أننا توصلنا إلى القرار الصحيح شكرا 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 المشهد الرابع عام 1974 1974 1974 بيت إيمة وروبرت غرفة المعيشة الوقت خريف روبرت يجهز شرابا لجيري وكرا ايمة جيري هنا من؟ جيري تأحذي توت في صحتك في صحتك إنها تضع ند في الفراش أعتقد أنه سيكون بعيدا في دقيقة بعيدا؟ أين؟ في أرض الأحلام نعم نعم كيف حال النوم معك هذه الأيام؟ ماذا؟ أما زلت تمضي لياليا سيئة؟ أعني مع ند؟ فهمت لا 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 الأمر يتحسن ولكن أتعلم ماذا يقولون؟ ماذا؟ يقولون إن الأولاد أسوأ من البنات أسوأ؟ الأطفال؟ يقولون إن الأولاد في سن الطفولة أسوأ من البنات أهم كذلك؟ يبدو أنك لا تجد الأمر كذلك أعتقد أننا نجده كذلك ماذا تستنتج أنت من ذلك؟ لماذا تعتقد أن الأمر على هذا النحو؟ أعتقد أن الأولاد أكثر قلقا الأولاد في سن الطفولة؟ نعم ماذا بحق الجحيم يقلقون عليه في هذه السن في رأيك؟ مواجهة العالم كما أعتقد وكل هذه الأشياء؟ ولكن ماذا عن البنات؟ فهم يواجهون العالم أيضا؟ هذا صحيح؟ ولكن الصحيح أيضا أن الناس لا يتناقشون كثيرا بشأن الأطفال البنات الذين يخرجون إلى الدنيا؟ لا أنا مستعد لمناقشة هذا الأمر هكذا؟ ماذا لديك لتقوله إذن في هذا الشأن؟ جيري قد سألتك أنا سؤالا ما هو؟ لماذا تؤكد أن الأطفال من الأولاد يجدون في مواجهة العالم مشكلة أكبر من تلك التي بالأطفال من البنات؟ ها؟ أأكدت أنا شيئا من هذا القبيل؟ بل لقد مضيت إلى تأكيد ما هو أبعد من ذلك إلى حقيقة أن الأطفال من الأولاد أكثر قلقا بشأن عن الأطفال من البنات أعتقد أنت نفسك أن هذه هي القضية؟ نعم أعتقد لماذا تعتقد أنها كذلك؟ لا إجابة لدي أتعتقد أنت أن ذلك يعود إلى خلاف الجنسين؟ أنت على حق لابد أن الأمر كذلك هلو؟ هلو؟ يا للمفاجأة كنت أتناول الشاي مع كيزي أين؟ منذ قليل قريبا من هنا أظن أنه يعيش في هامستيد أو في أي مكان آخر معلوماتك قديمة حقا؟ لقد ترك سوزانا ويعيش بمفرده قريبا من هنا يكتب رواية عن رجل ترك زوجته وثلاثة أطفال وذهب ليعيش وحيدا على الجانب الآخر من لندن يكتب رواية عن رجل ترك زوجته وثلاثة أطفال أتعشم أن تكون أفضل من الرواية الأخيرة الرواية الأخيرة؟ آه الرواية الأخيرة ألم تكن تلك عن الرجل الذي عاش في بيت كبير في هامستيد مع زوجته وثلاثة أطفال ليكتب رواية عن إيما لماذا لا تحبين الرواية؟ لقد أخبرتك بذلك أعتقد أنها أفضل ما كتب قد تكون أفضل شيء كتبه ومع ذلك تظل رواية مضللة مضللة؟ من أينها حية؟ أخبرتك بذلك من قبل أخبرتني؟ نعم نعم أخبرتك ذات مرة عندما كنا جميعا نتناول الغداء أنت وأنا وإيما وجودف آه أين كان ذلك؟ أين كان ذلك؟ آه إيما تكلمت بإفاضة وهي تقدم لنا الحلوة فيما يتعلق بعدم الأمانة عند كيزي بالإشارة إلى رؤيته الأخيرة كان كلامها مثيرا ولكن كان على جودف أن ترحل في منتصف كلامها بسبب وردياتها في المستشفى على فكرة كيف حال جودف؟ في خير حال متى ستقوم لنلعب لسكواش؟ إنك في صحة جيدة ليس تماما على الإطلاق فقط أنا أكثر لياقة منك ولكن لماذا؟ لماذا أنت أكثر لياقة مني ها؟ لأنني ألعب لسكواش أما زلت تلعب لسكواش بانتظام؟ آه مع من؟ كيزي كيزي؟ يا إلهي إنه لعب سكواش أمين أمين جدا في الحقيقة إننا لم نلعب منذ سنوات ويجب أن نلعب إنك أحسن منه نعم أنا لعب جيد بالفعل وسوف أتصل بك تلفونيا لماذا؟ لنحدد تاريخ وعندئذ سوف أخذك للعشاء لا لا سوف أخذك أنا للعشاء العشاء على حساب الفائز أيمكنني أن أتفرق؟ لماذا؟ ولماذا لا تسمحاني لي بالفرجة؟ عندئذ أدعوكما أنا للعشاء حسن حسن لكي أكون أمينا فنحن في الحقيقة لا نريد أن تكون هناك أي امرأة من حولنا أليس كذلك يا جيري؟ إنني أقصد أن مباراة الإسكواش ليست فقط مباراة للإسكواش إنها أكثر من ذلك كثيرا كما ترى هناك أولا المباراة ثم هناك الدش بعد ذلك هناك الكأس وأخيرا أخيرا يجيء العشاء أخيرا يتحقق لك العشاء فلقد أنجزت معركتك وما تريده بعد ذلك هو كأسك وعشائك إنك حقا لا تريد امرأة لتشتري لك العشاء إنك في الواقع لا تريد امرأة على بعد ميل من المكان من أي الأماكن في الواقع إنك لا تريدها في ملعب السكواش لا تريدها في الدش أو البار أو المطعم وكما ترى أنك أثناء العشاء ترغب في أن تتحدث عن السكواش أو الكريكت أو الكتب أو حتى العشاء مع صديقك وأن تكون قادرا على أن تتحمس لأفكارك دون أن تخشى مقاطعة غير لائقة هذا كل ما في الأمر ما رأيك يا جيري؟ أنا لم ألعب السكواش منذ زمن إذن دعنا نلعبه الأسبوع المقبل أنا لا أستطيع في الأسبوع المقبل سأكون في نيويورك أنت جري؟ في الواقع أنا ذاهب مع واحد من أشهر الكتاب من؟ كيزي أحدهم يريد أن يصنع فيلما عن رواياته تلك التي لم تعجبك يا إيمان إننا ذاهبان كي نناقش الأمر إنها مسألة أن يجيئوهم إلى هنا أو نذهب نحن إليهم وأعتقد أن كيزي يستحق الرحلة وماذا عنك أنت؟ ماذا؟ أتستحق أنت الرحلة؟ أه جري هل ستذهب جوديث؟ لا لا إنه لا يستطيع أن يذهب وحده سنحدد مباراة السكواش عندما أعود خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر رائع شكرا للشراب وداعا 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 يذهب روبرت لوداع جري تظل إيمان واقفة يعود روبرت يقبلها تستجيب له إيمان وتضع رأسها على كتفه تبكي يحتضنها روبرت المشهد الخامس عام 1973 غرفة في فندق بفينيسيا إيمان على الفراش تقرأ في كتاب وروبرت عند النافذة تطلع إلي ثم تعود ثانية إلى الكتاب ترسل لباكر؟ أليس كذلك؟ ماذا؟ سنذهب إلى ترسل لباكر؟ هذا صحيح سيكون ذلك رائع لا يمكنني الانتظار ما هذا؟ كتاب جديد؟ أي كتاب هذا؟ هذا الكتاب الجديد كتاب سبينكس هذا جيري حدثني عنه جيري؟ هو نفسه؟ نعم حدثني عنه أثناء العشاء في الأسبوع الماضي صحيح هل أعجبه؟ سبينكس بمرثبة ابنه لقد اكتشفه لم أكن أعرف ذلك كتاب غير جذاب كتاب جيد أعتقد أنني أستمتع به جيري أيضا أعتقد أنه جيد يجب أن تتناولي معنى العشاء يوما ما وهو نترثر حوله أذاك ضروري؟ إنه ليس بهذه الدرجة من الأهمين أتقصدين أنه ليس مناسبا بالنسبة لك أن تتناولي العشاء معي ومع جيري ونترثر حوله؟ عن ماذا تتحدث بحق الجحيم؟ يجب أن أقرأه ثانية بنفسي ثانية؟ جيري يريدنا أن نضعه حقا؟ شيء طبيعي وعلى أي حال فلقد رفضته ولماذا؟ ليس هناك الشيء الكثير لقوله بشأن هذا الموضوع حقا أهنالك شيء؟ ما الموضوع الذي يتناوله حسب تقديرك؟ الخيانة لا ليس كذلك ليس كذلك؟ ماذا يكون إذن؟ لم أنتهي منه بعد سأدعوك تعرف بنفسك فلتعرفينني به لربما كنت أفكر فيه بطريقة خطئة على فكرة ذهبت بالأمس إلى الأمريكان إكسبريس نعم ذهبت كي أسلم بعض شيكات المسافرين أتعرفين؟ بمقدورك أن تحصلي هناك على راتب أكثر مما تحصلين عليه في أوتيل آه وهل ذهبت؟ نعم نعم على أي حال كان هناك خطاب لك سألوني عما إذا كنت من أقربائي وأجبت بنعم وعلى هذا سألوني عما إذا كنت أريد أن أخذه أعني أنهم أعطوه لي ولكنني قلت لا يجب أن أتركه آه إيما هل أخفتي؟ نعم أعتقد أنك ذهبت مصادفة إلى هناك عندما كنت تتسوقين مساء أمس نعم نعم هذا صحيح حسن حسن أنا سعيد أنك حصلت عليه وكي أكون أمينا فلقد انتاباني العجب عندما اقترحوا علي أن أخذه إن هذا لا يمكن أن يحدث في إنجلترا ولكن أولئك الإيطاليين شديد التحرر والتساهل أعني أنه ليس بسبب أن ناسمي هو داونز وإسمك هو داونز أن يعني ذلك أننا السيد والسيدة داونز كما استنتجهم على طريقة شعوب البحر الأبيض المتوسط من الممكن أن نكون بما هو أقرب إلى الاحتمال هرباء تماما فلو أنني أنا الذي افترضوا ضحكين لأنني قد أكون زوجك وأخذت الخطاب بعد أن أعلنت لهم أنني زوجك في حين أنني غريب تماما ثم فتحته وقرأته لا لشيء إلا بسبب الفضول التافه ثم ألقيت به بعد ذلك في الفناء فإنه ما كان من الممكن أن تتلقيه قط بل كنت ستحرمين من حقك الشرعي في أن تفتحي بريدك وكل ذلك بسبب تسيب أهل فينيسيا إنني أنوي أن أكتب لقاضي فينيسيا حول ذلك الأمر على فكرة إنما مانعني من أخذ الخطاب وإحضاره لك التفكير في أنني قد أكون بمنتهى البساطة غريبا تماما بالطبع فإن الشيء الذي لم يعرفوه وما كان لديهم سبيل لمعرفته هو أنني زوجك نفسه مجموعة من الموظفين الظرفاء غير الأكفاء فقط بأسلوب شعوب البحر الأبيض المتوسط المضحكة كان الخطاب من جاري نعم عرفت خطه وكيف حاله لا بأس وجودث بخير وماذا عن الأولاد لا أعتقد أنه أشار إليهم من المحتمل أنهم بخير إذن فلونا بهم سوءا أو أي شيء فمن المحتمل أنه كان أشار إلى ذلك إيما آية أخبار أخرى لا هل تشتقين إلى ترسله؟ كم مرة ذهبنا إلى ترسله؟ مرتان؟ أنني أذكر كيف كنت تحبينها في تذكرين؟ في المرة الأولى التي أخذتك فيها إلى هناك وقعت في حبها كان ذلك منذ عشر سنوات ليس كذلك؟ والمرة الثانية بعد ستة أشهر من زواجنا نعم هل تذكرين؟ إيما إنني أتساءل عما إذا كنت ستحبينها بنفس القدر عندما نذهب إليها باكر ما رأيك في جيري ككاتب خطابات؟ لماذا ترتعدين؟ هل تحسين بالبرد؟ لا لا لقد كان معتادا أن يكتب لي في فترة ما خطابات طويلة بشأن فورد مادوكس فورد وكنت معتادا أن أكتب إليه أنا أيضا حاولي أن تفكري في ذلك خطابات طويلة حول ييتس كان ذلك عندما كنا نعمل ناشرين لمجلات الشعر هو في كيمبرج وأنا في أوكسفورد كنا شبين لامعين وصديقين حميمين ولعلمك ما زلنا صديقين حميمين وكان ذلك قبل أن أعرفك بوقت طويل أحاول أن أتذكر متى عرفتك به ببساطة يا إيمة لا أستطيع أن أتذكر أخذت على عتقي أن أقدمه لك نعم ولكن متى أتذكرين؟ لا أنت لا تذكرين؟ لا أمر غريب ألم يكن شهدي يوم زواجنا؟ أليس كذلك؟ أنت تعرف أنه كان هو آه نعم من المحتمل أن أكون قد قدمته لك في ذلك الحين أه 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 أعني فيما يختص بالعمل فيما يتعلق بعالم النشر فربما يكون قد اكتشف موهبة جديدة وأصيلة آه إنه موهوب في اكتشاف المواهب المغمورة ذلك العزيز جيري لا رسالة لا رسالة؟ ولا حتى من أجل حبه؟ إننا حبيبان آه أعتقدت أنه لابد أن يكون هناك شيء من هذا القبيل شيء عبر هذه السطور متى؟ ماذا؟ متى فكرت في ذلك؟ بالأمس بالأمس فقط عندما رأيت خط يده على الخطاب وقبل الأمس كنت أجهل الأمر تماما أنا آسفة آسفة؟ كنتما كنتما تتقابلان أين؟ لأنه بلا شك أمر محير إلى حد ما أعني أن لنا طفلين وله طفلين إذا أغفلنا الزوجة لدينا شقة آه هكذا 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 شقة ضريفة إذن فعلاقتك الغرامية به راسخة نعم منذ متى؟ منذ وقت مضى آه ولكن منذ متى بالضبط؟ منذ خمس سنوات خمس سنوات كان ند عمره سنتين هتسمعين ما قلته؟ نعم إنه ابنك كان جاري في أمريكا لمدة شهرين هل راسلك من أمريكا؟ بالطبع وأنا راسلته وهل أخبرته أنك كنت حاملا في ند؟ ليس في خطاب ولكن عندما أخبرته هل كان سعيدا لأن يعرف أنني الولد؟ كنت دائما أحب جيري ولكي أكون أمينا فلقد أحببته أكثر مما أحببتك وربما كان يجب أن أقع في علاقة غرامية معه أنا نفسي المشهد السادس تجري الأحداث في الشقة عام 1973 1973 1973 إيمة وجيري في حالة عناق حبيبي 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 يجب أن أضع هذه السلة على المائدة هذه السلة ماذا به؟ الغداء ماذا؟ أشياء تحبها انظر كيف أبدو رائعة جميلة جدا كيف طعم النبيذ؟ رائع إيمة أذهبت إلى ترسلو كلا لما لا؟ لا أعرف الزوارق البخارية كانت في إضراب أو شيء من هذا القبيل إضراب؟ نعم في اليوم الذي ذهبنا فيه ماذا عن الجندول؟ لا يمكنك أن تذهب إلى ترسلو في جندول لقد اعتادوا ذلك في الأيام الماضية قبل أن يكون لديهم زوارق بخارية كيف كانوا يذهبون إلى هنالك؟ السفر بها يستغرق ساعات فعلا وصلاني خطابك عظيم هل وصلك خطاب؟ طبعا هل افتقدتني؟ جدا جدا في الحقيقة أنا لم أكن على ما يرام ماذا؟ لا 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 شيء نزلت برد يا حبيبي إيما افتقدتك ألم تأتي إلى هنا على الإطلاق؟ كلا بالطبع أشقت بحاجة إلى تنظيف أخيرا تحدثت إلى روبرت هذا الصباح أوه دعوته للغداء يوم الثلاثاء الثلاثاء ولماذا؟ إنه دوري لا لا ما قصدته هو لماذا دعوته للغداء؟ لأنه دوري المرة السابقة دعاني هو للغداء أنت تعرف ماذا أقصد؟ لا لا أنا لا أعرف ماذا تقصدين؟ ما هو الموضوع أو الهدف من العشاء؟ إيما لا موضوع ولا غاية اعتدنا أن نفعل ذلك منذ سنوات دوره يتبع دوري لقد أخطأت فهمي إذن كيف؟ المسألة ببساطة شديدة أنكم اعتدتم على اللقاء أو تناول الغداء كي تتناقش بشأن كاتب معين أو كتاب معين ألا تفعلان؟ وهكذا فإنه في تلك المقابلات أو وجبات الغداء غالبا ما يكون هناك غاية أو موضوع لم يكن هناك شيء من ذلك في هذه المر ألم تكتشف أي كتاب جدد عندما كنت غائبة؟ لا لا لأن سام وقع من فوق دراجته ليس معقولا سقط على الأرض وظل كذلك لمدة دقيقة أكنت معه؟ لا جودف إنه بخير بخير بعد ذلك أصبت أنا بنزلة البرد يا حبيبي وهكذا لم أفعل شيئا طوال الوقت كل شيء سيصير إلى أحسن لأنني عدت نعم يا حبيبي قل لي هل قرأت سبينكس؟ الكتاب الذي أعطيته لي؟ ما رأيك؟ رائع روبرت يكرهه قد لا ينشره كيف يبدو؟ من؟ سبينكس سبينكس؟ رجل نحيف جدا في الخمسين يضع نظارة سوداء ليل نهار يعيش وحيدا في غرفة مفروشة تماما كهذه التي نعيش فيها في الواقع إنه صمود الغرف المفروشة تلائمه صحيح وتلائمني أنا أيضا وأنت أما زلت تحب بيتنا؟ شيء رائع عدم الحصول على تليفون ورائع أيضا أن تحصل علي أنت على صواب يا حبيبي أنا أطهولك وأخدمك فعلا انظر اشتريت شيئا من فينيسيا للبيت غطاءا للمائدة أيعجبك؟ رائع رائع أتعتقد أننا سنذهب مرة إلى فينيسيا سويا؟ لا لا ليس من المحتمل إما كنت تعتقدين أنه لا ينبغي أن ألتقي بروبرت على الغداء يوم الثلاثاء أو الجمعة لهذا السبب؟ لماذا تقول ذلك؟ كنت تعتقدين أنني يجب أن لا ألتقي به على الإطلاق؟ أنا لم أقل ذلك كيف يمكنك أن لا تلقاه؟ لا تكن أحمق أنت بني رعب مخيف عندما كنت بالخارج كنت أفحص عقدا في مكتبي مع بعض المحامين فجأة لم أستطع أن أتذكر ما فعلت بخطابك لم أستطع أن أتذكر إن كنت وضعته في الخزانة قلت أنني يجب أن أبحث عن شيء في الخزانة فتحت الخزانة ولم يكن هناك وكان علي أن أستمر في موضوع العقد اللعين وتصورت أنه ملقا هناك في مكان ما بالبيت وسيعثر عليه أحدهم هل وجدت؟ نعم، كان في جيب السطرة في دولابي بالبيت يا إلهي وشيء آخر حدث منذ بضعة شهور شيء لم أخبرك به كنا قد تناولنا شرابنا ذات مساء أنا وأنتي تناولنا شرابنا وذهبت للبيت حوالي الثامنة بينما كنت أدلف من الباب قالت جودث، لقد تأخرت قليلاً قلت آسف، كنت أتناول شراباً مع سبينكس قالت سبينكس؟ يا للغرابة، لقد اتصل بك تواً منذ خمس دقائق يريد أن يتحدث إليك ولم يقل إنه كان معك فقلت لها أنت تعرفين سبينكس العجوز ربما يكون قد تذكر شيئاً يقصد قوله ولم يقل سوف أتصل به فيما بعد وصعدت لأعلى لأرى الأولاد وبعد ذلك تناولنا العشاء جميعاً إما أتذكرين منذ بضعة سنوات عندما كنا جميعاً في مطبخك لابد أنه كان عيد ميلاد أو شيء من هذا القبيل أتذكرين؟ كان الأولاد جميعاً يجرون من حولنا وفجأة أمسكت بشارلوت ثم رفعتها عالياً ثم لأسفل ولأعلى هل تذكرين كيف كانت تضحك؟ كل واحد كان يضحك كانت خفيفة جداً وكان هناك زوجك وزوجتي وكل الأولاد كان الجميع واقفين يضحكون في مطبخك إني لا أستطيع أن أتخلص من هذه الذكرة كان ذلك في مطبخك أنت في الواقع ها؟ إيه؟ لماذا لم تطوح بها عالياً؟ المشهد السابع عام 1973 1973 تجري الأحداث في مطعم روبرت جالس على المائدة يشرب نبيداً أبيض الجرسون يقود جيري إلى المائدة جيري يقلس هلو جيري هلو 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 والشيء الوحيد الذي يساعد على التخلص منها هو الويسكي في وقت الغداء كما بالليل ولذا فإني أظل أشرب الويسكي وقت الغداء في حالة البد كعادة يومية مهما بالضبط قائمة الطعام سينيور في صحتك في صحتك سير كيف حالك بعيداً عن نزلة البرد بخير ومستعد للعب السكواش نعم عندما أتخلص من نزلة البرد ظلنت أنك تخلصت منها إذن لماذا تراني ما أزال أشرب الويسكي نعم 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 يجب حقاً أن نلعب إننا لم نلعب منذ سنوات كم عمرك الآن إذن؟ ستة وثلاثون هذا يعني أنني ستة وثلاثون بالمثل فعلاً إذا كنت لا تزيد أو تنقص يوماً قليل من السكواش العنيف على كل اطلبني بالتليفون سيكون لنا مباراة روبرت كيف حالو فينيسيا؟ طلبتك سينيور ماذا تطلب؟ شمام وشريحة سمك بالليمون مع صلاة خضراء أنسلاتي فيردي لحم خنزير مع شمام لا 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 شمام فقط مثلك أما أنا أريد لحم خنزير مع شمام وجنباري مقلي وسبانخ شكراً سينيور ولا تنسى زجاجة كورفو بيانكو قبل الأكل سي سينيور شكراً جزيلاً أهو نفس الشخص الذي كان هنا دائماً مع ابني؟ تقصد هل كان ابنه دائماً هنا؟ كلاً كلاً أهو ابنه؟ أهو ابن الجرسون الذي كان هنا دائماً؟ كلاً كلاً إنه أبوه؟ أهو إنه الشخص الذي يتحدث لغة إيطالية مدهشة صحيح لغتك الإيطالية بارعة جداً أليس كذلك؟ لا كلا كلا على الإطلاق إنها كذلك فعلاً لا إن إيطالية إيما هي البارعة جداً إيطالية إيما بارعة جداً جداً أهي كذلك؟ أنا لم أكن أعرف كورفو بيانكو سينيور شكراً على أي حال كيف كان الفينيسيا؟ أوه فينيسيا سينيور أوه جميلة أجمل مكان في الدنيا أترى هذا الرسم على الحائط؟ أهو إنه فينيسيا حقاً؟ أتدري ما هو الشيء الذي لا وجود له في فينيسيا؟ ماذا؟ المرور أوه في صحتك في صحتك متى كنت هناك آخر مرة؟ منذ سنتين وكيف حال جوديث؟ نعم لا بأس مشغولة كما تعلم والأولاد؟ بخير سقط سام من ماذا؟ لا لا شيء وكيف حاله فينيسيا؟ كنت معتاداً أن تذهب هناك مع جوديث أليس كذلك؟ نعم ولكن أنا لم نذهب هناك منذ سنين وماذا عن شارلوت؟ هل استمتعت بالرحلة؟ أعتقد أنها استمتعت أنا نفسي استمتعت عظيم ذهبت في جولة إلى تورسيلو حقاً؟ مكان رائع كان يوماً حافلاً استيقظت مبكراً ثم على الومب عبر البحيرة تورسيلو دون ما تكدير من مخلوق الومب؟ ما هو الومب؟ قرب بخاري اعتقدت ماذا؟ كان ذلك منذ عهد بعيد لا لا من الواضح أنني مخطئ اعتقدت أن المرء يذهب إلى تورسيلو بالجندون إن ذلك يستغرق ساعات لا 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 الومب عبر البحيرة في الفجر يبدو أن ذلك شيء طيب كنت وحدي تماماً وأين كانت إيمة؟ نائمة على ما أظن كنت وحدي في حقيقة الأمر لساعات فوق الجزيرة في الواقع كان ذلك ذروة الجولة هكذا يبدو أن الأمر كان رائعاً نعم جنست على العجب وقرأت ييتس ييتس؟ في تورسيلو؟ الأمور تسير كلها سوياً واحد شمام واحد لحم خنزير مع الشمام لحم الخنزير ليه؟ بالهناوى الشفاء سينيول قرأت إيمة رواية صديقك الحميم ما اسمه؟ لا أعرف من؟ سبينكس سبينكس الرجل الذي لا تحبه الرجل الذي لم أنشر له أذكر ذلك هل أعجب إيمة؟ بدت كلمة جنونة في الإعجاب به عظيم إنه يعجبك أنت نفسك أه أه يعجبك؟ يعجبني هو كتاب ناجح جداً إنه كذلك قل لي أذلك يجعل مني ناشراً ذا حكم نقدي فريد أم ناشراً أحمق؟ ناشراً أحمق إنني أتفق معك أنا ناشر أحمق جداً لا 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 أنت لست كذلك عما تتحدث إنك ناشر جيد جداً هل هذا معقول؟ لا 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 أنا ناشر سيء جداً جداً لأنني أكره الكتب أو أو كي أكون أكثر دقة النثر أو كي أكون دقيقاً جداً النثر الحديث أه أعني الروايات الحديثة الروايات الأولى والروايات الثانية وكل تلك الأعمال الواعدة والذات الحساسية تسقط فوقي كي أحكم عليها وكي أضع المال اللازم لها ثم ثم أدفع بالرواية الثالثة أرىها تونجس أرى الغلافة الرخيصة ينجز أرى العشاء للاتحاد القومي للناشرين ينجز أرى حفل الغناء في هاتشاردز ينجز أرى 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 بعد ذلك الكاتب المحظوظ يرهق نفسه حتى الموت وكل ذلك باسم الأدب باسم الأدب أه 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 أنتما تحبان الأدب أعني تحبان الأدب النثرية الحديث أعني تحبان الرواية الجديدة الرواية الجديدة التي يكتبها الكاتب الجديد كيزي أو سبينكس أنها تسبب لكل منكم نوعا من الإشارة روبرت لابد أنك سكران حقا تقصد أنها لا تثير إيمة؟ أه وكيف أعرف أنها زوجتك؟ آه نعم نعم أنك على حق تماما ما كان ينبغي أن أستشيرك ما كان ينبغي أن أستشير أي إنسان أريد المزيد من الويسكي أه 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 جرسون زجاجة كورفو بيانكو أخرى ثم ثم أين غداؤنا؟ هذا المطعم مع تدهور آه تعرفوا أن أن الحالة أسوأ في فينيسيا لست سكرانا لا يمكنك أن تسكن من من مجرد شرب النبيذ الأبيض آه تعرف بالأمس ظللت ساهرا حتى وقت متأخر أنني أنني أكره البراندي أكره البراندي له له طعم الأدب الحديث البغيط لا لا أقصد أنني أنني آسف آه كورفو بيانكو أوه نفس الزجاجة أين غداؤنا؟ في الطريق سينيور آه سأصب أنا لا 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 إسمع إسمع خذ خذ كأسا آخر سوف أخبرك بأجالية الأمر بالضبط أنا لا أحتمل العودة لليلوندن كنت سعيدا وهذا شيء نادرا ما يحدث ليس في فينيسيا لست لست أقصد ذلك أعني في 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 ترسله عندما كنت أتجول في ترسله في الصباح الباكر وحيدا كنت أشعر بالسعادة وأريد البقاء في ترسله للأبد روبرت كلنا نعم 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 كلنا كلنا يشعر بذلك أحيانا أنت نفسك تشعر بذلك ألا يحدث ها أقصد أنه ليس هناك خطأ حقيقة أترى لدي الأسرة إيمة وأنا على أحسن ما يراه إنني أقدر عالمها وفي الواقع أنا أعتبر كيزي من كتاب الصف الأول أتعتبره كذلك حقا في الصف الأول إنني فخور أن أكون ناشرة لقد اكتشفته أنت وكان ذلك منك بارعا للغاية شكرا روبرت لديك حس جيد وإلهام وإنني أحترم ذلك فيك وهذا هو موقف إيمة إننا إننا دائما نتحدث عنك روبرت كيف حال إيمة؟ في أحسن حال يجب أن تحضر أحيانا لتتناول معنا كأسا من الشراب إنها شغوفة لرؤيتك المشهد الثامن عام 1971 ألف وتسعمية واحد وسبعين تجد في الشقة والشقة خالية باب المطبخ مفتوح المائدة معدة أكواب وأطقم صيني زجاجة شراب يدخل جري من الباب بعد أن يفتحه بالمفتاح هلو يا حبيب هلو حبيبتي هنا تون كنت أنوي أن أكون هنا منذ وقت طويل إنني أطبخ لك البيتزا أجائع أنت؟ جدا لم أنتهي منه بعد اجلس سأعده حالا يا لها من مريلة رائعة شكرا يا حبيبي ماذا كنت تفعل؟ كنت أتمشى فقط عبر الحديقة وكيف وجدتها؟ جميلة خالية ضباب خفيف جلست قليلا تحت شجرة كان الجو ساكنا كنت فقط أتأمل ممراتها الملتوية وبعد ذلك؟ بعد ذلك سي إلى ويسكس رقم واحد وثلاثين وصعدت درجات السلم وفتحت الباب الأمامي ثم صعدت لأعلى وفتحت هذا وجدتك في مريالتك الجديدة تطبخين لي البيتزا وهي جاهزة الآن أيهما الجاهزة الآن؟ ما هذا؟ فودكا وقت الغداء؟ جري يخامرني إحساس غريب بشيء ما التقيت صدفة بجداث ألم تقل لك؟ لا لا لم تقل أين؟ على الغداء الغداء؟ ألم تقل لك؟ كلا غريبة ماذا تعنينا بالغداء؟ وأين؟ في مطعم فورتنوم وميسون مطعم فورتنوم؟ ماذا كانت تفعل بحق الجحيم في مطعم فورتنوم وميسون؟ كانت تتناول سيدة؟ مهما لكن مطعم فورتنوم وميسون بعيد عن المستشفى؟ بالطبع ليس بعيدا مطننت العكس؟ وأنت؟ أنا ماذا كنت تفعلين في مطعم فورتنوم وميسون؟ كنت أتغدى مع شقيقتي آه ألم تخبرك جودت؟ لا لا لم تخبرني أنا لم أرها حقا كنت خارج المنزل طوال ليلة أمس مع كيزي وخرجت هي مبكرة هذا الصباح جيري أتعتقد أنها تعرف؟ تعرف؟ هل تعرف ما بيننا؟ لا 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 أمتأكد أنت؟ إنها مشغولة جدا بالمستشفى ثم الأطفال إنها إنها لا تميل إلى التخمين وماذا عن الأدل؟ أليست مغرمة بتتبعها؟ أية أدل؟ لابد أن يكون هناك شيء في متناولها لتلتقطها إيما لا يوجد شيء في متناولها إن لها معجبا حقا؟ طبيب آخر يأخذها لتناول الشراب إنه أمر مغيظ أقصد أنها تقول إن ذلك كل ما في الأمر إنها تعجب وهي فخورة به إلى آخره إلى آخره ربما كان ذلك ما يجعلني أجد الأمر مغيظا لا أعرف بالضبط ماذا سيحدث ولماذا لا يكون لها معجب؟ أنا لدي معجب أنتي؟ من؟ أظن أنه أنت أنا؟ إنني أكثر من ذلك جيري ألم تفكر أبدا في تغيير حياتك؟ تغيير؟ مستحيل هل تعتقد أنها غير مخلصة لك؟ كلا أنا لا أعرف وعندما تذهب إلى أمريكا كما هو الحال الآن على سبيل المثال لا لا هل كنت أبدا غير مخلص؟ لمن؟ لي بالطبع أوه إيما هل كنت أنت كذلك معي؟ لا لا لو أنها كانت كذلك ماذا ستفعل؟ إنها ليست كذلك إنها مشغولة لديها الكثير لتفعلها إنها طبيبة ماهرة جدا تحب حياتها تحب أولادها آه وتحبني آه كل هذا يعني شيئا آه بالتأكيد يعني شيئا ولكنني ولكنني أعبدك أعبدك جيري جيري ها؟ هناك شيء يجب أن أخبرك به ماذا يا حبيبتي؟ أنا أنا حامل ها؟ كان ذلك وأنت في أمريكا لا لا لم يكن أحدا آخر كان زوجي آه نعم نعم بالطبع إنني سعيد جدا لأجلك ترجمة نانسي قنقر المشهد التاسع بيت روبرت وإيمة عام 1968 1968 1968 الوقت شتاء الإضاءة معتمة جيري يجلس في منطقة الظل يفتح الباب تضاء الأنوار تدخل إيمة وتتجه ناحية المرأة فترى جيري يا إلهي إيمة كنت أنتظرك ماذا تعني؟ كنت متأكدا أنك ستعودين دخلت فقط كي أصفف شعري كنت أعلم ذلك أعلم أنك ستعودين لتصففي شعرك وأنك ستتركين الحفل نكي مضيفة جميلة ألم تستمتع بالحفل؟ نكي جميلة يا إيمة لقد راقبتك طوال الليل يجب أن أقول لك أود أن أقول لك ينبغي أن أقول لك أرجوك أنت مضهلة أنت سكران ولو جيري أترك يدي كنت شاهد زواجك رأيتك في ثوبك الأبيض رأيتك تنسى بنا في بياضك لم أكن أرتدي ثوبا أبيض تعرفين ما الذي يجب أن يحوظ؟ ماذا؟ كان يجب أن أفوز بك في ثوبك الأبيض قبل العرس نعم ألطخك للسواد وأنت في ثوب زفافك قبل أن أواكبك كشاهد لزواجك شاهد لزواجي؟ نعم شاهد زواجي خيري أصدقائك كلا شاهد زواجك أنت شري علي أن أعود أنت رائعة أنا مجنون بك كل هذه الكلمات التي لم أقلها والتي لم تقل من قبل ألا تفهمين؟ أنا مجنون بك إنها زوبعة زوبعة ألم تكوني قط في صحراء سقارة؟ استمعي لي يا إمي استمعي لي لقد أغرقتني إنك رائعة لا لا أنا لست كذلك إنك جميلة انظري إلى الطريقة التي تنظرين بها إلي لست أنظر إليك أرجوك داني انظري إلى الطريقة التي تنظرين بها إلي لا أستطيع الانتظار لا أستطيع لقد سرعت قضية تماما علي بهرتني يا إيمة عياتها الجوهرة جوهرتي لم أعد حتى قادرا أن أنام ثانية استمعي استمع يا إيمة إنها الحقيقة سأتضاءل في شلل كلي تام إن حياتي بين يديك سوف لا أمشي سأغدو كسيحا وهذا ما تعاقبينني به حالة الإغماء أتعرفين ما هي حالة الإغماء؟ أتعرفين إنها الحالة التي يكون فيها الأمير المتصلت هو أمير الخواء أمير الشرود أمير الخراب إيمة إنني أحبك أحبك زوجي زوجي خلف هذا الباب أحبك كل شخص يعرف العالم يعرف الدنيا تعرف ولكنهم لن يعرفوا لن يعرفوا فهم يعيشون في عالم مختلف أنا أعبدك أعبدك أحبك بجنون لم يحدث شيء قط لا شيء لا شيء هذا هو الشيء الوحيد الذي حدث فقط إن عينيك تقتلاني أنا ضائع نهيين أضائع أنني مبهشة لا لا نعم نعم لا 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 أصدقائك سكران أفضل أصدقائك يا روبرت 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 كأفضل وأقدم صديق لي وكمضيفي وفي تلك اللحظة قررت انتهاز هذه الفرصة لأقول لزوجتك كم هي جميلة معك حق طبعا معي معي كل الحق لأن أواجه الحقائق وأعبر عن إعجابي دون خجل أنا لا شيء يمنعني إطلاقا وكم هو رائع بالنسبة لك أن يكون الأمر كذلك روبرت أن تكون تلك هي القضية أن يكون جمالها هو القضية معك حق روبرت أنا أتحدث باعتباري صديقك القديم خير أصدقائك أنت كذلك في الواقع يربط روبرت على كتفي جيري ويستدير مغادرا الغرفة تتحرك إيما نحو الباب يقبط جيري على ذراعها تقف ساكنة كلاهما يقف ساكنا ويتبدلان النظرات ويظلم المسرح وهكذا تنتهي مسرحية خيانة تأليف الكاتب الإنجليزي هارلد بينتر صور الشخصيات ساميرا عبدالعزيز إيما محمد شاكر جري صبري عبد المنعم روبرت ومحمد عبداللطيف الهندسة الإزاعية والمنتاج علي حامد ترجمة المسرحية أمير سلامة راجع الترجمة وأخرجها لكم الشريف خاطر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في الصناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة